فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب آئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عابق إلها فهو امتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من من جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق قال في التعليق قال السيوطي ونهيثمي ضعيف نعم هذا عود من المؤلف رحمه الله إلى النقل عن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد له مؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر الشيخ مقتطفا أو قطعة من ذلك ومنها أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه مكون من قول باللسان وعمل بالجوارح ونية في القلب ولهذا قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاع وينقص بالمعصية وفي هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج رد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص بالمعصية وإنما يزول يكفرون بالمعاصي وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل بمسمى الإيمان يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه ولو لم يعمل ولو لم ينطق بلسانه وبعضهم يقول يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل وكل هذا غلط والصواب قول أهل السنة والجماعة وهي مسألة معروفة ولكن الغرض من هذا السياق هو أن حربا رحمه الله قال ونعتقد للعرب حقها وفضلها حقها وفضلها وهذا كما سبق ليس على إطلاقه نعتقد للعرب حقها وفضلها في الجملة وليس أفضل من غيرهم مطلقة وإنما إذا قاموا على دين الله عز وجل اجتمع لهم العروبة الصافية والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى فهم يكونون أفضل من غيرهم أما إذا لم يوجد فيهم إيمان فإنهم لا ينفعهم كونهم عربا عربا